الحمد لله وانا ماني بالقيم فيه واحدة في الظهر هنا بالله الحمد لله واشر هذه بشرة الخيرة ايه والله والله ابو علي يعني من خلال عرفة تنالك سلمت شوفت نالك وين كانت هذا ما شاء الله عليك حريص والحرص هذا ترجز منك حريص على إقامة الشعائر وحريص بعد على الخوة الطيبة حريص على ربعك وعلى أخوياتك وها الشباب بعد حريص عليهم وعلاقتك فيهم علاقة حب الحمد لله وشكرا الحمد لله المزح لبينكم والحب لبينكم والميانة و هذه والله بشرة طرى عملية التقبل أن الإنسان يتقبلك يقول لك اعلم أنا إذا أحبك الله أحبك أربعين الله أكبر أو إذا أحبك أربعين فأعلم أن الله يحبك نعم لأن الله سبحانه وتعالى ينادي بملك يقول إن الله قد أحبك ونانا فأحبوه محبة رب العالمين ما هي بالشيء السهل ومحبة الناس أيضا ما هي أيضا بالشيء السهل تبغالها تقديم تبغالها تضحية تبغالها سعة أفق تبغالها حكمة تبغالها ذكاء أنا ما راح أسألك وشون أكون محبوب لا كل شيء أسأل لأنني ما جبت ألا من تجربها أنا ما أوصل لأموري هذه ألا من تجربها نعم كيف تكون محبوب أو كيف تكون مؤثر أولا فمهما كان إحنا إنسان الذي ذلك هو الإنسان الذي يزعل والذي يضيق صدره من بعض الشيء ومعام بعض كل شيء لكنك لا تحمل في قلبك درطي من حق درطي من كبر أو من حقد لأن الحقد حتى لو زعلت معاه يا أخي أكثر صح الزعل في حدود أنا أتكلمت أكثر من مرة أقول والله حتى إذا صرت زعلان على واحد في بعض الأمور الزمان الآن ما عندي الحمد لله ما عندي أحد زعلان أرد عليه أو عند البريد الصوتي كان بريد صوتي لأنه الاتصالات تكون فيه في مكان ومكانين ثلاثة أربعة ما فيه فأجد الله يسجلي كذا واللي يسب واللي كذا لكنه جاوبه حتى لو كان رحم الله ما مات منهم وعاف الحي وجعل محبتنا في الله هذا الشيء من مبدأ اثنان في أمي أول شيء لأيوم من أحدكم حتى يحب الأخيه ما يحبه النفس أو أخيه المسلم ما يحبه النفس هذا الشيء الشيء الثاني طال عمرك العافين عن الناس والكاظمين الغير والكاظمين الغير اثنان من أمتي في الحديث المعروف فيما معناه وأظن قدسي قال اثنان من أمتي تغبطهم الأنبياء والرسل على منزلتهم في الجنة وعلى يمين عرش الرحمن شوف العظمة عزائي المشاهدين والمتابعين سؤال أبو ثامر ركزوا معه شوي ثرى دقيق وأسأل الله يثبتنا بالقول الثابت حيات الدين آمين يا رحم اثنان من أمتي فيما معناه الحديث تغبطهم الأنبياء والرسل على منزلتهم في الجنة وعلى يمين عرش الرحمن الله معنا ماذا ولا يا رسول الله قال اثنان تحب في الله واجتمع في الله وتفرق في الله لا يجمعوا بينهم نسبوا كما قال الحديث الله أكبر فمن المبدأ هذا الحمد لله أعرف ما الحديث هذه ولكننا إنسان لابدنا نزعل ولابدنا نقف فأجد السعادة في إني أعفو سابقا والسعادة في إني أدعي للآخرين بالخير وبالصحة والله ما أذكر واحد يقول لي أنا مريض وتكفى ذكرني بدعوه ألا في صلاة أحاول في صلاة إن كان صليت الليل ركعة ألا وهدا إن الله قمت أني أدعي وأدعي للمرضى جميع المسلمين ما في حاجة تقضى حاجة ألا حاجتي وحاجة المسلمين كلهم فوجدت في ذلك السعادة سأل الله يخلصنا لكم القول والعمل أنا ما أبرئ نفسي إن النفس أمرت بالسؤل لا كفى أقول بعض المشايخ يقول يا أخي لا يا أخي يذنب ويتوب قلت للجاهل أما المؤمن لا يذنب بعد إقامة الحق أو العدل قال الله سبحانه وتعالى في سورة هود فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ما قال إن كان تبت وإن كان كده التوبة صحيح الذين أعملون السؤب جهالة ثم يتوبون من قريب لكن إنك تقول أتعمد وغض من الطرف في هذا فإن الله غفور ورحيم لا يا أخي ما تدري متى تجيك للمنية أمس واحد ومن هذا المنبر أرفع تعزينة لجيران عليان بالمناسبة في قرية تالف قيلة محمد بن مقبول بن سالم توفى وبلغني من أحد الأصدقاء أنه توفى رحمة الله عليه وتعزين لهم لا المقبول كخاصة ولا عليان عموم إن الله يحسن عزاهم ويرحم موتهم كان الرجل هذا هم الزوج الثانتين راح بوحدة ظهر مكة وراجع وراح بالثانية يوم الأذنين اللي هو قبل أمس وصايم ورجع من المكة بعد الفطور أفطر وجلس في البيت شو يحس بألم كده شو يجأت الجلطة وتوفى جاي من مكة وصايم ولا نزكي على الله أحد ولكن التباشير تجير لذلك حسن الختام فلذلك أنت هل عندك يا أخي المسلم يا أخي المخلوق هل عندك سك على أنك تعيش بعد ساعة وتستسامح من زيد ومن عمر وتعطي زيد وعمر حقوقهم ولا ما تدري فلذلك إذا كنت لم تدري فاعمل لله حقه وحق الناس كمان وهناك حقوق الناس إن كان كلمة إن كان زلة إن كان رميتها بهرجة إن كان رميتها بحاجة إن كان قذفتها بشيء حقوق الناس مر فيما معناه لو تذنب على الله سبعين ذنب لا غفرها ولكن لا يغفر الذنب الواحد على أخاك المسلم حتى تطلب أن يعفو عنك فلذلك نعمل حلل حياة ونعطيها الله حقه ونعطي المخلوقين حقه من نعيش في السعادة ومن هنا وفي الحديث ما معناه الثاني من أراد فيما معناه من أراد أن يحبه الناس وهذا زبدة الكلام من أراد أن يحبه الناس فليزهد فيما عند الناس ومن أراد أن يحبه الله فليزهد في الدنيا ومع ذلك إذا فعل جته الدنيا وسعادتها وخيرها حتى الموت وإذا مات فبشرها بالجنة العرضة السماوات والأرض آمين إن شاء الله عسى الله سبحانه وتعالى للجنة وما قرب إليها من قولنا ومحمد أسألها لي ولكم ولي المشاهدين الكرام ولي حبتنا يقولك لو تلاحظ يقولك من بدي على روحه النفس يعني إحنا بدينا بدينا أنفسنا عليكم ويقول أسألها لي وبعدين لكم يعني فنسأل الله سبحانه وتعالى لهذه الجنة نجتهد الحقيقة فيها الحياة وكل إنسان عاقل يجتهد يعني أنت لما يجي يقولك هذه نار قدامك هل تتوقع أنك بتصير برجولك لهالنار وهذا بستان من الورد ومن الأنعام ومن الأعناب ومن الفواكه ومن هذا فبطبيعي جدا تبتتجه لهالعناب وتبتتجه لهالورود لكن في مشكلة هذا قدامه هالطريق هذا هالطريق هذا قدامه لتحديات هما تصير رجالا مضبوط وقد التحديات وتروح لها البستان أو تصير رجالا لله بالخير لكن بالنهاية ترى نهايةك النار نهايتك بتضيح فيها الحفرة هذه فالحاقل هو من يقيم الأشياء نعم الحاقل هو من يقيم الأشياء هالحين شوفوا يعني ما علش ما عندي اللى مثل هذه إحنا نقرأ كل يوم 17 مرة هذا بغض النظر علي يزيد من عنده تبخل نزل يديك شوي آه عشان يشوف نعم هذه هي الإصبع هذه والإصبع هذه شوف هذه كيف نازلة شوية هذه طالعة شوية وهذه إلى فوق الماء وجعلنا من الماء وكل شيء حي ما في يوميا اللى ندعو الله في هذا الطريق اللى أنا بقولها الآن 17 مرة ونزدتها من عندك هناك 12 وهي الصلاة 12 ركعة من صلى الله دخل الجنة الله كريم اللى هي قبل صلاة الفجر ركعتين وقبل الظهر أربع وبعد الظهر ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين تدخل الجنة وإذا كان عندك كمان صلاة الليل فما بالك أننا نقول اهدنا الصراط المستقيم الغاية صراط الذين أنعمت عليهم قيل القرآن وقيل الإسلام وقيل الاستقام غير المغضوب عليهم اللى هم اليهود والنصارى اليهود ولا الظالين النصارى شوف كيف فإحنا نطلب دائما كذا وشوف كيف طريقة مستقيمة لكن تروح كذا وترجع كذا هذه مشكلة أو تروح كذا وترجع كذا شوف حتى هذه مرتفعة شوية يعني أخاف من هذولا لكن الله يثبتنا وياكم بالقول الثابت لحياة الدنيا وفي الآخرة بالنسبة للقصيدة يا أبو ثامر أي قصيدة آه نقدمش هذه كنت أعتبانة على بعض الناس اللى أنا أنحمس حتى أخلص معاك في شيء هذا زمان يعني وكل لكل زمن مرحلته بس أيوة لابد أنك تكون شوية يعني تعتب على صديقك كيف أنك ما قصرت معاه وكذا وكذا أو صديقك وكذا فوجدت مرحلة إن كأنهم لا يقبأ هنا بي بعض الناس وأنا أقول دائما عندي حاجتين سابقاً وأقولها الآن وأصتغف الله لاستاذ الحديث فيه موضوع قدامها اليوم من هذا المجلس أنصح أخوان وجميع المشاهدين وجميع المسلمين بعيد أو قريب مناقشة المناقشات العقيمة في المجالس سيبوها لأن ما تورث لله التنافر والزعل ووجع القلوب إياكم والمراء والمراء قيل ما هو نعم قيل المراء نعم إياكم والمراء نعم المجادلة الله الله الجدل العقيم الجدل العقيم وفي أشياء لا تمت أنا من الآن أقول إن شاء الله حنا ما نبرئ نفسنا لكن خلوكم في الإيجابيات دائماً تسعدوا مجلستكم وتنبسطون وتستريحون فلنت فلنت ذا قال واحد زمان من يوهل تقول له أفلان اتكلت عليه في موضوع والله إنه لا يقوم بأركه ولا ينوخ قائمة الله فإلا لك لا يجيب الحديث ولا بيجدي خلوكم أول شيء نحفظ ديننا ونحفظ ألسنتنا حتى نكون سعداء ونحفظ محبتنا لأنه كلمة معاك كلمة تنفر القلوب فلما أنا بدل القصر نرجع إلى قصارة جهدي مع ناس ثم أشوفهم منهم كأنهم يعني ما يريدون أن يردون لي تناء مثلا شيء من الجميل شيء من الجميل فقلت رفقتك يا صاحبي مثل نارا بالرماد تأكل العدان وما الرماد توفرها ونخذت يومين ما لقي ما يوش الزناد هبت الغربي وقامت عليها ثناثة من بعد ذي كلمة نارا راح على جنب العداد تلتيجي 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 كلها مغبرة مادة في جنب مرضان في شد البرادة وبعض الدقائق وكم تنور الله من بيقوى يعطي النار خشبة للبلاد حتى تبقى يبقى صلوها بالخشيب مجمرة الصدقة ما هي على العزة تالية هالبعاد مثل من يكسر قزاز نصحيب الجبرة ومذل من يبني قصور على غير الشداد تلتيجي جدرانها كلها متشقرة فالعرب ترقد وانا ما تحنيت الرقاد كنا ضايع لي ذهي بنشفورها دولة إلين قلت خل البيات الثانية إلين قلت كل شجرة ما تضلل عساها بالجراد إلين تبقى وكل سيقانها متخولة لا فيها ثمر ولا ورق الله أكبر سلام عليك صح حرسانك يا طيلا سلام عليك نحن عندنا مثل على المثل التي قلته يقول فلان لا مفرح صديت ولا متسرهن عدو الله الله هذا اللي ما بيده نفع ولا بيده فائد لا النفسه ولا الآخرين وشوف ترى ترى حتى العرب يقول للي يضر يسر نعم الرجل لما يضر ويكون عنده ضرر يعرف يسرك لا جيته طال عمرك اللي هو الله لكن مشكلتك في الرجل اللي لا يضر ولا يسر يقولون جمر وراه خبز ايه فما في شيء طال عمرك اللي تشوفه يعني الإيجابيات والطاقات يعني كيف أنه الإنسان يكون إيجابي يا سلام حنا نتكلمنا قبل شوي ابو علي في واجد مواضيع في هالجلسة عقب هالفطور وعقب هالعسل وعقب هالسمن عسى الله يطول عمر ابو سليمان والربع الموجودين الرحب تتكلمنا في واجد مواضيع وتتكلمنا في واجد أشياء ونرجع طال عمرك الموضوع عن الرئيس أو موضوع عن الأساس موضوع الوقف اينا وتأمين الوقف والحمد لله اشتركوا في القناة